كثف تنظيم داعش الإرهابي هجماته في العراق خلال الأوينة الأخيرة بصورة لافتة مستغلا الفراغ الأمني في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان ومخلفا قتلى وجرحى في صفوف الجيش والقطعات الأمنية مصادر أمنية عراقية أفادت بإصابة ستة عناصر من الجيش وأربعة عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي على مواقعهم في محافظة كاركوك شمالية البلاد كما شن عناصر تنظيم داعش الإرهابي هجوما على نقطة أمنية شمالية بعقوبة بمحافظة ديالة ما أسفر عن إصابة شرطيهم بجروح في السياق أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن الأجهزة الأمنية ضبطت مخزنا للأسلحة يحتوي مواد شديدة الانفجار في العاصمة بغداد يعود لتنظيم داعش الإرهابي وبحسب وكالة الأنباء العراقية فإن تنظيم داعش الإرهابي كان يخطط لاستخدام تلك المواد في تنفيذ عمليات إرهابية داخل بغداد مشيرة إلى أنه جرى تسليم تلك المتفجرات إلى الجهات المعنية لإطلافها في أثناء ذلك أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية إلقاء القبض على عنصر في تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الزاب شمالية كاركوك مسؤول عن نقل الرسائل بين خلايا التنظيم في المنطقة ترجمة نانسي قنقر